السلام عليكم لبنات اليوم جبت لكم كيكة من نمسا يعني كيكة رائع رائع عبنينة بل بزاف اللي هي اسمها التاخر دورت و عدروني يعني لما انتقشل اسمتها حنيشان يعني شتني صعيب و ما كدبش عليكم نحتاج هنا ثمانية سعبايات لبيت مع ثمانية سعبايات لبيت يكونوا مداشة غرفة و كالسكر 180 قرمت عزبدة هذي رح ندو بوهان باد مع مائتين قرمت عشوكولة نخلط شوكولة بالحليب مع شوكولة سوداء مع كالسفرينة و مغرفة صغيرة مع قهوة سريعة دوابا و نصف مغرفة صغيرة مع خميرة الحلوة و علبة معجون المشمش نحنا عمل هنا نطلق بلها البيض يعني ماخرسا ملح وقتراخل حتى يطلعناها هكذا نتوقف يعني هتا يولي متماسك ملح نتوقف و نمشي و نكملو يعني خليط على السفر رح ندو بالشوكولة هذيك في ميكرون لحمة مرية و نخليها أبار و نمشي نبدأ بالسفر مع الكاسة السكر نطلعهم ملح تيبيض ضروري يطلع ملح يعني مهات الخطوات باش تنجحنا الكيكة تسعناه حتى ترجعنا بهذا الشكل كما يمكن شوفوا يعني يولي شكل لون تحق أبيض و نستطيع الضعف هنا نبدأ نزيد الفارينة يعني نزيد خطرة فارينة و خطرة الزبدة الدايبة و أكيد مع الفارينة كنا نزيدو شوية فارينة و نزيدو هذيك نصم غير فاتع خميرة الحلوة و نزيد حد المغرفة حلوة كاسم مناطقه و سريعة الدوابان يعني سحبات اللي يعيشين في ألمانيا عدروني على النطق يعني باش ننطقها و حتى كان لسانية للمة يعني اللغة الألمانية شوية صعبه المهم و نزيد هنا هذيك الشوكرة يعني اللي دوبناها و نخلط حتى نتحصل يعني على هذي المزيج يكون نوعا ما تسقيل هنا في الأول يعني نزيد حد الكميات على البيض و نخلط يعني عادي يعني مش نخلطش بالعقل يعني نخلط باش يخفاف لي الخاليات و موم بعد نبدأ نخلط يعني بالعقل باش منطيعش البيض بسحدي من الخطوة الأولى يعني نخطوح كمية من البيض نخفو بها الخاليات و موم بعد نكملو نخلطو بسياس حتى نكملو كاما كمية البيض هكذا يعني بشكل دائري ملزحت للفوق نخففنا يعني الخاليات مراش يعدبنا يعني في الأول يكون شوية خيل و دارو يكون البيض باع شحارة الغرفة و الزبدة يعني تكون باردة يعني متوكس سخونة وهذا هو الخاليات على الكيكتنا يكون بهذا الشكل هنا نمسخنا الفرن على 160 دراجة و حتى قبيعة الخالي التاعيف سرسو 20 سنتيمتر القطر الطحاء 20 سنتيمتر ننفضها و نخليها الطيب يعني واحدة ساعة ساعة و نص يعني رح تاخد وقت فقط طيبوها لنار مهيلة مية وستين مية وخمسين ما تزيدوش حتى تشوفوها يعني طابت بعد الشعور عليها من الفوق باش تحمر وهنا رح نقطعهم يعني فقط بالسكين نطراسي و بعد نكمل بالخيط رح نقطع ثلاثة على الطبقات فقد نعمل معها بالطبقة الأولى هي من الأحسن تخليوها تتبرد انا كانت شوية دافية بصدراني موالفة معهم وهنا نعمل هنا طبقة و كل طبقة نزيد عليها مرباء المشماش ميكسيس باش ميقودوا ليش فيه بزاف لان هذا فيه ليفروي مدى بيكم يكون يعني رتب من الأحسن يعني هايذا طبقة على الكيك و طبقة على المرباء و خليوها تبرد يعني ملاح و نمشي و نحضروا القانج نعمل هنا مية وخمسين جرام تاع شوكولة مع مية وخمسين مليل تاع كريمة سائلة مع بعض ندوبهم في الميكراند ما تخليهم شتيغلوا يعني قابلوهم مرة على مرة قدوا تحركوا فقط يعني تسخن ما تتغليش بش الكريمة ما يتفزش قوامتها و الاف حمام مريم و ها قدوا تخلطوا حتى يعني اولي ركم سائل و ما نكبوش يعني دي ركت على الكيكات تانا حتى يتقل شوية و يوليه دافي ما يقعد شوية يتقل باش تكبوه مرة واحدة و ها قدوا نكبوها الكيكات تانا بعدما بردت و داروري هنا تخليوها تبرد و حتى الساعتين نشف هذا القانج بشتكينوه و من بعد هذا اللي بخالي من القانج طميته يعني في طبسي و خلطيته يبردم لاحا ملاحا و طلعته بالباتر باش احمد ها قانج منطي لازيين بيه لازم يبرد ملاح احسن تحطوه في المجمد و طلعوه هايدا باشنا و التزيين انا زيين هايدا بورايدات و يبقى تزيين اختياري يعني تنش متخلي بها كي ما راها سامبل يعني سلح سب رغبة تاعكم و مكسبت فيها تساخر كل مليشتني براي من صاحبه هذا ما كان يعني طرته ولا اروع دوقتها رائع بل بزاف نحن لم تعملها شي مرة راح تعودوا لها شي حامل مرة و تشوفوا سهله اصلتها راح اطرتها سهله على الكلمه زينت هايدا بورايدات الشوكولات و شوية عقاشات و قطعتها باش تشوفها معايا من داخل جي طبقات من اللي محبين الشوكولات ما اكثرهم محبين الشوكولات راح تعجبكم بل بزاف معدك المعجون راح يزيد لها بنا لبنه اصلا الكيكة يعني فيها الشوكولات الداخل و الزبدة يعني روعة نتمنى تكون عاشبتكم الفيديو تعاليوم اذا عاشتكم الفيديو تعاليوم لا تنسى تشعروني بلايك و تشاركوا في القناة لاكتو اول مرة تشوفوا القناة و نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة